السلام عليكم معكم الدكتور يلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال كورونا فيروس كورونا فيروس ما زال أخباره هو الشيء الغالب على الأخبار في أي مكان وفي أي دولة وفي أي وقت الفيروس ظهر من شهرين وينتشر بالشكل سريع ولو أن الانتشار كله داخل مدينة أو أقليم محدد مدينة يوهان في الصين لكن أخباره بتسبب الزعر والرعب عند الناس وفي أخبار منها يعني شكلها مش مريح أبدا لأي واحد يسمح يعني من ضمن الأخبار اللي النهاردة عرفناها أن الصين أصدرت في التقرير بتاع مبارح بالليل أن الأعداد المصابين الجدد اللي كانوا عادة بيبقوا حدود الألفين واحد يوميا فوق أو تحت قفص قفزة كبيرة جدا إلى أكتر من أربعتاشر ألف واحد ودي طبعا قفزة كبيرة جدا جدا كان عدد المصابين في الصين الكامل قبل هذه البيانات كانت حوالي أربعة واربعين ألف متوقع طبعا أن التقرير الجديد بناء على هذه الأرقام يقول أن الحالات في الصين عدت الستين ألف وده طبعا شيء مش جميل أبدا ويعتبر شيء سيء جدا لكن على الجانب التاني الجانب المشرق من الموضوع أن كوريا أطلقت تلت محتجزين من الحجر الصحي وذلك لأنه قد تم شفاءهم شفاءا تاما ودي حاجة مبشرة يعني وبرضو من الحاجات الكويسة في كوريا الجنوبية أن عدد الحالات المصابة الإجمالي لم يحدث فيه تغيير منذ عدة أيام ما فيش إصابات جديدة والعدد مستقر عند 28 حالة فده شيء مباشر أن ما فيش إصابات جديدة بتنتشر في دولة زي كده والشيء مباشر التاني أن فيه حالات مرضية بتخف وترجع لحياتها العادية وبرضو من الأخبار الجيدة أن الفلبين إلى هذا اليوم ما زالت الحالات التي ثبت أنها إيجابية هم ثلاث حالات والكلام ده بقاله أكتر من عشر تيام ما تغيرش في نهاية الفيديو أحب أذكر معلومة كده بالنسبة لإسم الفيروس وإسم المرض المسببه فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد اجتمعت WHO منظمة الصحة العالمية في جينيف من كم يوم وقرروا أن اسم المرض يكون اسمه كوفيد 19 كوفيد 19 ده اسم المرض واسم الفيروس نفسه سارز كوفيد 2 عاملة كده زي الإيدز ما إحنا اسم المرض إيدز فهنا اسم المرض كوفيد 19 كوفيد 19 كورونا في في آي فيروس دي 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 ديز كوفيد 19 لأنه ظهر في سنة 2019 أخر أيام أما اسم الفيروس نفسه فسموه إيه؟ سارز لأنه يشبه جدا السارز يعني في 80% من التركيبة بتاعته تشبه السارز التركيبة الجينية سارز شرطة كورونا في فيروس 2 2 لأن سارز رقم واحد إنما ده رقم اثنين فالتسماء دي اتعملة زي حكاية الإيدز المرض في الإيدز اسمه إيدز والفيروس اسمه إيتش آي في فهنا نفس الحكاية الفيروس اسمه كوفيد 19 لا المرض اسمه عفو المرض اسمه كوفيد 19 والفيروس اسمه سارز كوفيد 2 ده دي معلومة كده في نهاية الفيديو حبيت أختم بها الفيديو عشان اللي بيتابع الأخبار يبقى فاهم أما يقولوا من هنا ورايح هيقولوا كوفيد 19 لما يحب يتكلموا عن المرض ولما يحبوا يتكلموا عن الفيروس هيقولوا إيه؟ سارز كوفيد 2 بكده احنا وصلنا لآخر الفيديو إذا كان الفيديو شايف يعني إنه مفيد ليك وتحب دايما نجي لك اختارات بسرعة بخصوص الفيديوهات الجديدة اعمل اشتراك إذا كنتش مشترك وياريت تعمل لايك وبرضو لو شايفوا مفيد لناس تانية ابعتوا ليهم اعمل شير عن طريق الفيسبوك أو عن طريق تويتر أو أي حاجة وأشكركم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته